اشتركوا في القناة ويراجع فيها كتب الغريب فإذا انتهى من القرآن على هذه الطريقة الآن لا يشكل عليه اللفظ قد يشكل عليه معنى من المعاني يراجع فيه كتب التفاسير الموثوقة حتى تنحل لديه هذه الإشكالات ثم يقرأ القرآن بدون إشكالات ويتدبر وفي كل مرة يعرض فيها القرآن ينتكشف له من العلوم ما لم يكن عنده من قبل والهدى كله في تدبر القرآن والله أعلم